خبرات الصندوق في التعامل انا فاكر تعاملهم مع بيرو والارجنتين والبرازيل كانت فيه حاجات لك لأ يعني لدرجة انه بعد كده بعد ما البرازيل وقفت على رجلية يعني عمل صورة اقتصادية وحقدة للصندوق وقرر انه ما يتعاملوش تاني هي ممكن توصل بعد فترة لاننا ندرك ولازم ندرك انه هو مش الملازي الاخير لنا هو الصندوق الملازي الاخير لنا حلنا عندنا احنا لنا الاقتصادية اللي مشاكلنا مش لا عند الصندوق ولا عند البنك ولا عند اي حد انا بتكلم معك بمنطقة الامانة احنا لو بنشغل الاقتصاد لو انت مثلا تبص على القطاع الصناعي ويتضحلك ان في هذا القطاع فيه مصانع شغالة بخمسين في المية من طاقتها واربعين في المية ومصانع بستسين وفيه مش شغال طيب انت لو شغالت الناس دي بثمانين تسعين في المية من الطاقة بتاعتها مش ده هيشغل ناس وينتج وممكن يصدر ويخفف أزمة بالظبط كده يخفف أزمة في الأسواق والكلام ده كله انت عندك صناعة فيها مجال ان انت تزود الطاقات المستخدمة فيها عندهم طاقة انتجية 100 وانت بتستخدم 50 بس لا انا عايزة استخدم 80 85-90 اعمل بقى كل حاجة انا مش عايزة اقول اسمي انما مثلا احنا كان عندنا شركتين في مصر بتنتج الحاجات الرجال القطنية جل مثلا حاجة بتصدر وحاجة فخمة جدا وحاجة كده شرخ الطعام جات شرخ الطعام خاص عملت عمايل في السوق المصري بالإعلانات وبالدعاية وبالالوان اخدتها منها يعني الشركة الخاصة الشركة الخاصة دي واخدت كل حاجة والشركة الخاصة دي لمستثمر أجنبي الحقيقة عمل ثلاث شركات تاني بأسماء مختلفة عشان يسيطر على السوق اه بينما انت الشركتين المهمين جدا اللي عندك في تاريخ مصر اللي كانوا الأجانب بيجوا يشتروها من عندنا اللي عطام بتاعتنا اه خلصة ما بقتش موجودة ما فيش حد فكر ما فيش حد فكر ما فيش حد فكر بقى واحد جاي يختار خاص خمس ست سنين يعمل بوم ده وإحنا بننزل وهكذا في حاجات كثيرة أنا بحزن الحقيقة لما بسمع الهكايات دي لأنه هي فعلا انت عندك طب ما تبيحها المستثمر مصري مثلا ماشي أنا ليه بقول كده يعني أنا لو انت بتسألني هقولك المستثمر مصري أولى من الأجنبي ليه انت بتسمع عن حالات مستثمر الأجنبي يجيش ترى ومزهر في سنتين استرد كل المبلغ اللي دفعوا بالدولارات استردوا أرباح ومش عايزة أقول شركات أسامي شركات وكانت مكتوبة في الجرارة معروفة ودلوقتي عايزة يحاول 900 مليون دولار اللي هو أكتر من المبلغ تقريبا اللي هو دفعوا في الشركات أرباح طيب انت لما بتديها المستثمر مصري على لقال بتدمن أن أرباحه هتبقى داخليا وبيعاد دخها وبيعاد والتوسع في المصانع وفي المنشآت اللي موجودة بيخلق فرص عمل أكتر لكن ده بياخد الأرباح بيحولها لبرة وبيستغلها برة فلازم برضو نعيد النظر يعني ده بقى جزء من برنامج إصلاح مصر خديق تقترحيه ده بقى ده جزء مهم جدا ان احنا الأجنبي ده مش عليه الصلاة والسلام لا لا طبعا لا خالص انت عندك مجموعة رجال أعمال في مصر محترمين جدا يعني من غير من سامي أسامي لكن فيه ناس كتير ليه الحكومة تلجأ لهمش تجيبوا متواعد معاهم وتشوفهم ممكن يعملوا إيه يدخلوا في أي مجالات إزاي يطوروا رجال مصريين الحقيقة ما يقلوش كفاءة خالص عن الأجانب مش بتكلم بس يعني على المصار اللي عرفين البلد وظروفها اجتماعيا وناسهم أشياء كثيرة